اشتركوا في القناة ادخلون الى الجنة طائفتان كبيرتان طائفة تدخل بغير حساب وعند الباب الله عز وجل يقول يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واختسموها باعمالكم وفيه درجات في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض سبحان الله واعلاها هي الفردوس الاعلى اللهم اجعلنا من سكانها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء الذين اسكنون الفردوس واحد يقول يا عمي انا اعمالي بسيطة بس ادخل من جوه العتبة يا عمي وانت بتطلب من واحد غني في الدنيا ولا ملياردير انت تطلب من الكريم ولكن شفع هذا بعمل نعم انت لن تدخل الجنة بعمل ده مش الاساس هي رحمة الله اولا التي من هذه الرحمة ان رزاخك العمل الصالح في الدنيا ما هي الاعمال التي تكون سببا في دخول الجنة التي تغلفها رحمة الله عز وجل العمل بما في كتاب الله حل حلاله يحرم حرامة ليس قراءة لا مش قراءة فقط لان قد يقرأ القارئ القرآن والقرآن حجة عليه لا حج له هذه كارثة كبرى يعني تخذيك مع صفحة صفحة ما هي من هم الممدوحون الممدوحين في الصفحة دي اعمل زيهم من المذمومين اتجنب اعمالهم وافعالهم هكذا اعملوا بكتاب الله حلالا اعمل به الحرام اتوقف عنه ثم تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسيب في كل امر لو كان الرسول هكذا كان يقول هذا الكلام كان يفعل هذا الفعل كان يذهب في هذا الطريق كان يجلس بهذا المجلس كان يحضر هذا العرس العرس ماذا كان يصدع مع زوجه هكذا ثم الذين رزقوا الرحمة في القلوب وصبروا على الفقراء يعني سبحان الله صابر على ما يصبر على من اذاه وبعدين سبحان الله يصدق في العمل قبل القول يعني لسان حاله يصدق اعماله او افعاله اقواله مش يقول كلام لما تقولون ما لا تفعلون لا يعني العمل سبحان الله ويبتعد عن النفاق ما امكن ذلك وبعدين يكون عنده حياء الحياء شعبة من الايمان الحياء هذا مش الخجل لا الحياء اللي تكون فضوليا ولا تزخن في حياة الناس سبحان الله فهذه الامور يعني طبعا بلا شك يعني ما افترضه الله عز وجل على العبد وافضل ما يتقرب العبد به الى ربه ويسكن الفردوسة الاعلى والنبي صلى الله عليه وسلم بسط علينا العملية اتقوا الناره ولو بشقة امره معقول حدا يتصدق بشقة امره دليل على ان الله يقبل الشيء القليل فيكثره بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من سكان الفردوسة الاعلى وان ننشأ وننشأ ابناءنا وبناتنا على حب الدين حب لغتنا العربية للغة القرآن يريد في كل بيت ما فيه حافظ او اثنين للقرآن لنا دون سبحان الله العظيم يعني يعني جنة اه تدفع الشرور عن البيوت نسأل الله ان يجعلنا واياكم من سكان الفردوسة الاعلى ان ربي على ما يشاء وقدير لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته